اشتركوا في القناة 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 الحاد في ظل استعدادات الانتخابات البرلمانية المقبلة في كلمة علقوها اليوم خلال افتتاح مهرجان بريجنس الثامن والسبعين واكد فانديابلن على اهمية تعزيز التوافق ومقفحة العنف ودعا الى استخدام التحديات المتعلقة بالمناخ والتنمية بشكل شامل وعرب عن اسفه لاستغلال التنقضات لزيادة الانكسام وحذر من مخاطر العنف السياسي داعيا الى رفض التمييز والازدراء مشيدا بالحوار العقلاني كوسيلة للتفاهم والتواصل بين الاحزاب والطيارات السياسية ومؤكدا على وحدة النمساويين دعا المستشار النمساوي كان نهما الى كمة اقتصادية في المستشارية اليوم في ظل تراجع الاقتصاد بعد مشاورات مع رئيس غرفة التجارة هارلد مارا ورئيس اتحاد الصناعيين جيوك اكنيل واعلن نهما عن تضافر الجهود بين السياسة والاقتصاد والصناع لخطة النمو تشمل التقليل البيروقراطية وخفض الضرائب والتكاليف غير المباشرة للرواتب واكد نهما على اهمية التعزيز الكوى العاملة وجذب المواهب الفنية ورفض اي فكرة بفرض الضرائب جديدة كضريبة على الارث والثروة مؤكدا على الحاجة لتحفيز الاقتصاد والابتعاد عن التدابير التي تعرق النمو واعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في النمسا عن تقديم دعما ماليا للاطفال من الاسر المعرضة للفقر من خلال مبادرة شولشتاعة كلار حيث تم رفع كيمة الدعم الى 150 يورو العام الماضي ويستفيد حوالي خمسين الف طفل من قصائم بدء الدراسة هذا العام بجمال تمويل يصل الى خمسة عشر مليون يورو سنويا حتى عام الفين سبع وعشرين ويتم توزيع القصائم من اوائل اغسطس عبر شراكة مع فولكس هيلفا زوليتاريت للاستخدام في متاجر ليبرو وباجرو ودعا وزير الشؤون الاجتماعية يوهانس روخ لضرورة تأمين اساسيات الاطفال لمكافحة الفقر بشكل فعال وكانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق انفجرات على واتفكم كنت معكم انهريم احمد امسي السعيدة والى اللقاء اشتركوا في القناة